سمح لأبو ظلو إلقاء نظرة أخيرة قبل هدم منزله وهو أوفر حظا من آلاف العوائل التي دمرت منازلها بشكل كامل بفعل الزلزال الأخير الذي ضرب سوريا وتركيا ولا حدا بازال إخلاء إخلاء بس كان عندي البراد انكسر كمان كان عندي تفزينان تنكسروا تغيرت ملامح المدن والبلدات وسويت أحياء بالأرض امتلأت الجدران الصامدة بعبارات تقيم حالة كل منزل بعد بدء الدفاع المدني مرحلة جديدة لرفع الأنقاض وهدم جميع المنازل الآيلة للسقوط بلغت الخسائر الإجمالية شمال غرب سوريا فقط أكثر من خمسة مليارات دولار بحسب السلطات المحلية تشمل المرحلة الثانية أيضا إزالة الأنقاض التي ضربها هذا الزلزال وأيضا إزالة أنقاض المنازل التي قيمت عبر مهندسين مختصين والتي كانت تشكل خطرا على حياة أهلنا المدنيين لكن حكومة النظام السوري أو المنظمات الدولية والمحلية لم تصدر أي تعهدات تتعلق بتعويض العوائل التي باتت تفتقر لكل مقومات الحياة البسيطة اللازمة لمرحلة التعافي من الكارثة بلشنا من سنة ستة وثمانين حجرة وراء حجرة عشر سنين لخلصنا بناء البيت كامل خمس سنين لخلصنا نص غرفتين وصالون بعد أربع سنين لحتى أجمعنا إحنا كنا موظفين يا أبني البيت ما بحسن صالحوا أنا وضعوا شايفينه حرج مزبوطوا لا لا وضعوا يعني شايفينهم يحاولوا من قدرت لهم النجاة جمع بقايا أشيائهم خلال هدم منازلهم علها تساندهم في رحلة نزوحهم الجديدة ليضاف 240 ألف شخص إلى عداد النازحين في الشمال السوري بلا حلول مؤقتة أو مستدامة ترك أصحاب هذه المنازل أحياءهم إلى غير رجعة بعد إخلائها وسط شح المساعدات الدولية ولا وجود أي تعويضات دولية أو محلية بعد كارثة الزلزال مسلم سيد عيسى العربية بلدة أرمناز ريف إدلب الشمالي